اخواني اخوات المتتابعي قناة العين تيلي اهلا وسهلا بكم وبروك لكم هاتشتاء وكل عام وانتو طائقون وبقية رمضان مبارك كريم اليكم هذه المقتطفة ذكر لوسيت انفو بان برشلونة يرغب مجددا في التعاقد مع نجم الاسود يرتقب ان يكون النجم المغربي السوفيان من رابط حديث امريكاة والسيفي من قبل المتابعين المغاربة واللاعب الاكتر لفتا للانتباه في ظل الرحيل المرتقب عن مانشستر يونيتد وفيورنتينا الاخير الذي يضفر بعقده ويرغب في بيعه والاستفادة من مقابله المالي ونقل موقع افريكا فوت يونيتد ما تداولته تقارير صحافية اسبانية كون برشلونة يتمسك برغبته في التعاقد مع سوفيا المرابط على غرار اتليتيكو مادريد وتابع ان الفريقين البارزين في اسبانيا ما زال مهتمين باللاعب المغربي منذ الصيف الماضي بعدما حاول ضم نجم الاسود بيد ان الاخير فضل الانتقال الى مانشستر يونيتد على سبيل الاعارة وشر الموقع الى ان الفريقين الاسبانيين ما زال في مرحلة التفكير والدراسة بالنظر للخيارات الاخرى المتاهة والى جانب المطالب المالية بيد ان نجم الاسود يبقى لاعبا متاحا لهما وهما على دراية بامكانياته بعد تعلقه وخطفه للأضواء في كاس العالم قطر 2022 في حين يتصرع كل من يوفونتيس وميلان على خدمات سفيا مرابط وفق موقع فوت ميركاتو الذي اورد في عدد سابق له سايد تناء الايطالي الى ضم صاحب السن السابعة والعشرين نجم مغربي مرشح لمجاورة الحارس بونو في الهلال السعودي ذكر الموقع ريادة بان نادي الهلال السعودية تطلع الى التعاقد مع يوسف نصيري قلب هجوم المنتخب المغربي وشبيل الاسباني خلال فترة انتقالة الصيفية المقبلة وفقا لصحيفة اسي الاسبانية ووضحت الصحيفة ان الهلال يستعد لخطف النصيري من نادي ميلان الايطالي الذي بدأ تحركاته منذ فترة للتعاقد مع مهاجم اسود الاطلس الى جانب فريق واستهام يونيتد الانجليزي الذي يسعى والاخر الى ضم اللاعب منذ سنة 2022 ووضحت الصحيفة ان الهلال يستعد لخطف النصيري من نادي ميلان وبالمناسبة لا يمانع نادي شبيليا في تسريح النصيري في الميركاتو الصيفية المقبل خاصة ان عقده سينتهي في يونيو 2025 وفي حالة عدم بعقده الصيف المقبل سيواجه خطر رحيل اللاعب المغربي مجانا بداية من يناير 2025 ويرغب الهلال السعودي في جمع بونو وانصيري مجددا دمنا فريق واحد بعد تعلق لسنوات مان داخل فريق شبيليا حيث توي جامعا بلقب الدوري الاوروبي المنتخب المغربي اصبح من الكبار وكاس العالم يمنح سلطة اكبر اعتبرت صحيفة لاراتون الاسبانية ان المنتخب المغربي الاول لكرة القدم اصبح من الفرق الكروي الكبرى في العالم خاصة بعد حصولي على المركز الرابع في منافسات كاس العالم المنظمي بالدولة قطر وذكر موقع اشكين ان الصحيفة الشهيرة اوضحت ان مشروع تنظيم كاس افريقيا المقبلة وتنظيم نهائية كاس العالم سنة 2030 الى جانب اسبانيا والبرتغال من شأنه ان يمنح المغرب سلطة وسمع اكبر بكثير عن المساور ريادي والاعلامي وتحدثت الصحيفة على الظهور الاول للاعب نادي ريال مادريد الاسباني ابراهيم عدقادر دياز رفقة المنتخب المغربي يوم الجمعة الماضية امام المنتخب الانغولي مبرزا ان كل المحاولات الخطيرة للمنتخب المغربي كانت على رجل اللاعب الذي اختار اللاعب لأسود الاطلس بدلا من المنتخب الاسباني وهكذا المصدر ذاته ان ابراهيم دياز ظهر لأول مرة بشكل رائع حيث تعلق في المباراة التي كان هو قائد فريقه بلا منازل مشددا على انه اصبح محبوب الجماهير المغربية حيث يلاحظ في جميع الاوقات علامات المودة والحب والفرح من الجماهير المغربية تجاه هذا اللاعب والوافي الجديد على النخبة الوطنية السلام عليكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الازرار الثلاثة اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو افضل باذن الله واهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة